في استهداف واضح وممنهج للبيئة الفلسطينية تسعى سلطات الاحتلال إلى تدمير المزروعات والتربة وحتى الهواء في المناطق الفلسطينية عبر إقامة المناطق الصناعية الاستيطانية المصانع الإسرائيلي التي تم إنشاء في المناطق الصناعية الاستيطانية هي مصانع في الأصل تشكل خطر على البيئة في الداخل المحتل تم ترحيل أغلبها إلى مناطقنا في الضف الغربي لخطورتها وتأثيرها على التربي وتأثيرها على المياه الجوفية وتأثيرها على الحياة بشكل عام ثلاث مناطق صناعية تنتشر على أراضي محافظة قلقيليا تسرق عشرات الدنومات وتعمل على إلقاء مخلفاتها في أراضي المزارعين الأمر الذي تسبب في تلف العديد من المحاصيل الزراعية الآن بدأت سلطات الاحتلال منذ عشر سنوات تقريبا بنقل هذه المصانع حفاظا على البيئة الداخلية الإسرائيلية على حساب تدمير البيئة الفلسطينية وما يجري حاليا ودمن هذه المخططات والرؤية البيئية الإسرائيلية في الحقيقة هي مكاره صحي ينبثك عنها حشرات هذه الحشرات أكيد تنكل أمراض وأوبئة للناس من خطورة هذه المواد سواء كانت الصلبة أو السائلة مخلفات كيميائية ومياه عادمة حولت الحياة في مناطق بالمحافظة إلى جحيم لا يطاق حيث الروائح الكريهة وانتشار البعود والحشرات علاوة على تهديد المياه الجوفية وتأثير ذلك على الصحة العامة آثار كارثية على البيئة والأرض الفلسطينية تسببها هذه المصانع التي أوجدها الاحتلال لمحاربة الوجود الفلسطيني من محافظتك القيل يا أنا للجدع تلفزيون فلسطين